السلام عليكم ورحبا بكم في قناة استعافيك نعيمة أو جاري بالوصفة اليوم إن شاء الله سنشارك معكم فطائر لساهلين أو لصندويشات يعني كلكم توجدهم إلى تخرجوا للبحار أو المهم تكونوا شي خرجة صيفية أفوال طبعا هذا الفطائر كي يجي ولدات بزف وصحيين ويستحقوا التجربة وطبعا هنا قبل ما نبدأوا منسوا الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ألي سيدنا محمد ولكنتوا أول مرة تزوروا القناة فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد إذا نبدأوا بسم الله على بركة الله في المقادر وطريقة تتحضر هنا يا أول حاجة هي العجينة اللي عجنت من قبل استعملت فيها جز لفت ديال دقيق وشوية ديال الملحة وشوية ديال السكر وشوية ديال الزيت صفي هنا يا غلط المقونات مزيان وخليتهم اختامر مدة نصف ساعة تقريبا صفي هنا يا بعد المخمر يعني غنحاول نجمع العجينة ديالي هاكا كما كتشوفو في الفيديو يعني غنعجين ندير فيه قورة كبيرة ونحطها فوق سطح العمل طبعا هنا يا سطح العمل غدي نرشوها بشوية ديال دقيق باش نتفدأ أنه يلتسق ليا فوق سطح العمل صفي غدي نبسط الكورة ديالنا بزيان بحال هاد الشكل يعني بالاصمة نديرو كولا كولا كورا بوحدها يعني غادي ندير غادي نبسط العجين خطرة وحدة طبعا هنا يا بالاستيعانة بالمدلك كيكون احسن صفي هنا يا بعد ما بزيط العجين ديالي غادي ناخد هكا يا القطعة غادي ندير فيها آآ على شكل صفوف طويلة صفي نقسم هم على جيج يعني ذيك الجوانب غادي ندير فيه المتلاتات يعني من اختيار ديالكم صفي نقسم العجينة ديالي على نصفين يعني الفيديو غادي نتمنى انه يكون واضح صفي بعد ما قطعت العجينة غادي نحطها هكا يا فلطة ديال الفران يعني بعد ما ده نتهب شوية ديال الزيت اولا ندير لها ورقة طبخ طبخ حيث هاد الاصفر ديال البيضة غادي نخلطها مع شوية ديال الخل وغادي ندهن به العجينة الصندويشات ديال اولا الفطائر حيث هاد الاصفر ديال البيضة اللي مخلط مع شوية ديال الحليب اولا نخله هما لكي يعطيو ديال اللون للبريوشات ديالنا اولا الصندويشات ديالنا عفوان صفي غادي ندهنهم كاملين بحلاقة وندخله هم الفران ليكون مصحون في درجة حرارة مرتفعة من الاسفل حتى كيطيبو قاعد نجعل عليهم من الفوق وطبعا هنا هيا غادي نزينهم هير بشوية ديال زنجلان اولا مهم اي حاجة ليم توفر عندكم يعني هاد اللقطاك تكون اختيارية صافي هاد الاتناء غادي نوجد الحشوات باش غادي نعمرهم غادي ناخد المقيلة غادي ندير فيها شوية ديال زيت المائدة غادي ندير فيها شوية ديال اه صدر الدجاج يعني بعد ما قطعته مقاعب صغار غادي ندير لها العطرية على حسب الاختيار ديالكم ان هنا يستعمل شوية ديال الملحة وشوية ديال عطرية ديال الدجاج وفص ديال تومة وشوية ديال تحميرا او بابريكا سوف نخلط هذا العطرية كاملة مع هذا الدجاج حتى نحس به طيب سوف نضيفه جانبا سوف نأخذ هذا الثاني واحد البصلة اللي غادي نقطعها الكاية طرف صغار سوف نأخذ نفس المقلة غادي نضير لها هي شوية ديال زيت وشوية ديال الملحة سوف غادي نقلبها هكا حتى الطيب سوف احتهي بعد ما طابط غادي نوضعها احتهي جانبا يعني هدوه ملح شوية لباش غادي نعمر صندويش ديالنا سوف من بعد استعملت الفريط تحته واحته وبططا لقليدها أنا هنا هي طريقة ديالي في القلية يعني بعد ما قطعت البطاطا ديالي كاملة غادي نرش لها شوية ديال النشا حيث هاد الطريقة راه كتخلي البطاطا ديالنا كتخلي مقرمشة أنا هدي هي الطريقة المعتمدة عندي في تحضير البطاطس المقلية سوف هنا غادي ناخدهم كاملين وغادي نقليهم هكا وحتهم وغادي نوضعهم جانبا سوف ها هو الفطائر ديالنا اقول لخب الصندويش بعد ما طاب ها هو كيفاش كيواللي يعني كيواللي محمر وزوين ومفشفش سوف هنا غادي نقطعهم هكا في الجوانب دياله يعني الطريقة راه واضحة وبينه وطبعا إلا كيعجبكم الفيديوهات ديالي كولوها ليه في الكومنتر باش نستمر حتى أنا في تقديم الوصفات أخرى سوف نقوم بتحضير هذه القناة سوف نقوم بتحضير هذه القناة سوف هنا غادي ناخد هذه الصندويشات وغادي نقطعهم هكا في الداخل وغادي نعمرهم هكا بالحشوات اللي وجدت معكم أنا هنا استعملت حشوات اللي هما اقتصاديين يعني بدون بلادك لصصات وذك شي كامل يعني يكونوا باش حتى يكونوا صحيين لولداتنا صافي هنا غادي نستعمل هكا شوية ديال الربيع أنا هنا يمن توفرش عندي الخصدك شي علاش استعملت هير القزبور صافي وستعملت البصلة حتى هي البصلة اللي شحرتها معاكم يعني وخي يكونوا عندنا مواد اللي هما بسط يمكن لنا نحضروا أطباق اللي تكون جيدة وصحية صافي هنا يا درت دجاج حتى هو وهنا يا البيض اللي سلقتو وهرمشتو هكا يعني بيض مسلوق هادا صافوا غادي نحط فوقو الفريت الفريت حتى هي يعني البطاطا المقلية صافوا انتم ماي لا بغيتوا تديروا مايونيز او لا ما يمدوك للصصات اللي لا بغيتوا تديروهم يمكن لكم تديروهم أنا هنا يكتفيت هير بهذا الشكل وصافي أنا هنا يكنت بغيت ندير السوس ديال الطمات ولكن صافي لقيتوا سعلا صافي كتافيت هير بهكا صافي كنتمنى ان صندوشات ديالينا للي الاعجاب ديالكم وتجربوهم في ديوركم ولا ولداتكم طبعا هاد الوصفاء كتكون ناجحة وصحية ومفيدة لولداتنا وطبعا ولداتنا رغض يحماق عليهم صافي هنا يوصلنا الى نهاية الفيديو كنتمنى ان هنا الاعجاب ديالكم وتبرتجوا لي الفيديو مع احبابكم اصحابكم باش تعم الفائدة بسحور رحا وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة